إنها مأرب فاتحة المجد وذروته وأصل العهد وصدقه وروح اليمن وقلبه النابض بالوطنية والحب تصدرت بعد قرون من التيه والشتات المشهد واستعادت مجدها الحضاري وسجلت حضورها الزاهي وقومت التوغل الإمامي وأعلنت ميلاد جمهوريتنا الثانية الجمهورية التي بدونها ننتهي وبها وبمأرب مبتدأ الحضارة ومنتهاها يسجل أبناء محافظة مأرب أقليم السبع على الدوام مواقف بطولية تاريخية مشرفة في الدفاع عن الثورة والجمهورية من خلال اشتراحهم المآثر وتقديم التضحيات سبيلا لانتصار راية اليمن الاتحادي الجديد وكما عاهدهم شعبنا فهم صناع فجر الثورة ورواد النضال والتحرر والبطولة والبسالة والفداء سطروا أروع الملاحم البطولية ضد الميليشة الانقلابية المدعومة من إيران ومعهم الجيش الوطني وأحرار اليمن وبدعم ومساندة من التحالف العربي تحتل محافظة مأرب أهمية استراتيجية بالغة ومتعددة الأنساق سياسيا وعسكريا واقتصاديا في إطار الحرب الدائرة ضد الميليشة الانقلابية الحوثية منذ عام 2015 وتعد بوابة استراتيجية مهمة على تخوم صنعها أهميتها الاقتصادية كبيرة لذلك سعى الحوثي في بداية انقلابه إلى وضع اليد عليها لاحتوائها على أهم منشآت استخراج النفط وتحويله في البلاد لكنه فشل في العديد من المرات تمثل محافظة مأرب نسق الدفاع الأول عن محافظتي شبوه وحضر موت الساحليتين الخاضعتين للحكومة الشرعية والتين يوجد فيهما منابع النفط والغاز ومواني تصديرهما وطرق المواصلات البرية الدولية مع السعودية وعمان كما تضم مأرب مقر مركز القيادة والسيطرة للمنطقة العسكرية الثالثة التي تشمل مأرب وشبوه مع تمركز مؤقت لقيادة المنطقة العسكرية السابعة ويتمركز فيها فرع لقيادة التحارف العربي ومراكز تدريب قوات الجيش ومخازن امداداته وتمويناته المختلفة ستظل محافظة مأرب عصية على اطماع ميليشة الحوثي الانقلابية ومن خلفها مشروع ايران الفارسي في اليمن والمنطقة فمنذ العام 2015 ورجال الجيش الوطني وقبائل مأرب يلقنون الميليشة الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والارواح واقفين في وجه محاولاتها البائسة بجميع اطيافهم المختلفة في خندق واحد يخضون حربا مصرية لا تقبل الهزيبة وبذلك رفعوا اسم مأرب عاليا وصنعوا مجدا جديدا وخابت مساعي الفرس في مأرب التضحية والفداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر